من 27% إلى صفر ثم إلى 20% تتأرجح قيمة ضريبة النقد الأجنبي متأثرة بمن يجلس على كرسي محافظ المركزي بطرابلس ومعينيه اليوم وبعد أيام على اعتماد الضريبة بقيمة 20% ما تزال حتى الآن محور اهتمام الساسع سواء داعم القرار أو رافضوه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة وفي أولى خطاباته الموجهة للمحافظ الجديد ناجي عيسى طالب بعدم تنفيذ القرار نظرا لانعكاساته المباشرة وتأثيره سلبا على معيشة المواطنين داعيا المحافظة الجديدة إلى احترام أحكام القضاء القضاء الذي أشار إليه دبيبة تمثل في محاكم استئناف مصراطة وبنغازي وترابلس التي أصدرت أحكامها سابقا بإيقاف قرار البرلمان القادي بفرض الضريبة حيث أعلنت الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف جنوب ترابلس قبول الطعن المرفوع ضده فيما قالت محكمة الاستئناف إنها قبلت الطعن شكلا أما مجلس النواب فقال إن الإيرادة المتحققة من الرسم الضريبي يستخدم في تغطية نفقات المشروعات التنموية أو يضاف إلى الموارد المتخصصة لدى مصر في ليبيا المركزية لسداد الدين العام بدوره قال مستشار رئيس المجلس الرئاسي زياد الضريم إنهم سيتوجهون للقضاء ضد القرار بحكم عدم اختصاص مجلس النواب بفرض الرسوم وأنه اختصاص للسلطة التنفيذية بذلك معتبرا القرار الأخير مفاقما لمعاناة الشعب لصالح ما وصفه بتغطية العجز بسبب باب الدعم المتضخم بشكل غير منطقي وما بين قرار فرض الضريبة وخفضها وألغائها يبدي خبراء تخوفهم من تأثير القرارات المتناقضة على الوضع السياسي قبل الاقتصادية هو الذي انعكس واضحا في صراع المجالس الثلاثة واتهامات لرئيس مجلس النواب بتجاوز صلاحياته وصلت في بعضها إلى قبة برلمانه ذاته حيث طالب 30 نائبا سابقا بسحب قرار الضريبة منذ البداية وهددوا رئيسهم باللجوء إلى القضاء لتحقيق ذلك